السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإحبابي في الله بارك الله فيكم وإزاكم الله كل الخير إحدى المتابعات الكرام بعثت لي فيديو عن واحدة أنا ما عرفش صفاتها ولا هي بتعمل إيه ولا بتشتغل إيه ولا بتلعب إيه وبتتكلم إن هي خلعت الحجاب طيب ماشي يعني ارتدت على عقبيها أو نقصت على عقبيها ما فيش مشكلة واحدة تركت العفة أو تركت الخير أو تركت الستر واختارت لنفسها أن تكون هكذا بلا ستر مش بقول إن كل واحدة محجبة لازم تكون عفيفة ومش بقول إن كل واحدة مش محجبة لازم تكون على فحشة والعزب الله لكن لا شك أن الحجاب أفضل بكثير من عدم الحجاب وأن عدم الحجاب معصية لأن الحجاب فرضوا على المرأة بإجماع المسلمين وبنص الكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المشكلة مش هنا أو المشكلة الأكبر بقى مش هنا المشكلة الأكبر إن هي بتقول إيه إن هي بتقول أنا استخرت الله عز وجل وهداني إلى ترك الحجاب لا إله إلا الله أولاً يا أستاذة الاستخارة لا تكون في الحلال أو الحرام الاستخارة تكون في الأمر المباحة رايح أخطب واحدة أروح ولا مروحش رايح الشغل ده أروح ولا مروحش أنا عايز أشتري الشقة دي أو عايز أشتري العربية دي أشتريها ولا ماشتريش دي الأمور المباحة لو أنا روحت الشغل أو ما روحتش الشغل ربنا مش هيعذبني لو أنا اشتريت أو ما اشتريشتش ربنا مش هيعذبني فدي اسمها أمور مباحة لكن ما فيش حد بيستخير ربنا عز وجل أصلي الفجر ولا ما صليش الفجر أصوم رمضان ولا ما صومش رمضان أقلع الحجاب ولا ما أقلعش الحجاب أقلع لبسي كله وامشي في الشارع غريان وأنا آزف في الألفاظ ولا ما أعملش كده ويعني ده خلل فأنت مش فهمة معنى الاستخارة أصلا تمام؟ طيب الأمر الثاني ده دليل على فساد القلب لما الإنسان يستخير وبعد كده يجد أن قلبه مرتاح لخلع الحجاب ده دليل على فساد القلب ولذلك فيه حديث استفتي قلبك العلماء قالوا من يستفتي قلبه؟ الذي يستفتي قلبه؟ صاحب القلب الطيب الطاهر مش واحد منغمس في المعصية ويجي يقول أنا بستفتي قلبي مش واحد جاهل دنيء ويجي يقول أنا بستفتي قلبي فده الأمر الثاني يعني كون الاستخارة بتاعتك وجهتك لخلع الحجاب ده دليل على ذلك الأمر الثالث في دعاء الاستخارة واللي أنا أشك طبعا أن أنت أصلا تحفظيه أو حفظه النبي علمنا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فقدره لي وإن كان شر فاصرفه عنه طب الحجاب ده بإجماع العقلاء بإجماع الكائنات الحية مش هقولك بالعقلاء خير ولا شر طبعا لا شك أن الحجاب فيه من الخير أكثر بكثير من دون الحجاب دي بس مسألة حبيت أوضحها وعرفها لكم وعشان ما طولش عليكم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته